موسيقى حضرات المشاهدين السلام عليكم نتحاور اليوم في موضوع الساعة ولا أدري إذا موضوع الساعة هو خلق لتلهيط العباد على مشكلهم الحقيقية ولكن الموضوع موجود والموضوع هو ما أسميه شخصيا شيوخ النكاح شيوخ النكاح ولو أتمن الرواح كلمة النكاح ليست قباحة لأنها موجودة في القرآن فشيوخ النكاح وكأنما أنا أعتقد كأنما فمت تشويه بيولوجي وخلقي أن العضو التناسل حطولهم في روسهم ليس بين أفخاذهم فيفتوا في النكاح وفي المفاقدة وفي كذا إلا في مشاكل الناس الحقيقية وللحوار في هذا الموضوع اللي هو موضوع زيارة الشي اسمه هذا العودي إلى تونس وغيره من الشيوخ النكاح استضفنا اليوم الأستاذ رياض الصداوي اللي هو اختصاصي في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية أستاذ رياض أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا سيطار على هذه الدعوة الكريمة شكرا لك أستاذ رياض أول سؤال يطرح شكول ما هذه الدعاة ما أنا ما نعرفش طول عمر ما سمعتش به كيفاش فجأة خرجوا كالفقعة هم نعم وإحقاق الحق ينقسمون إلى نوعين نوعا صادق نزيه وهذا تجده في السجون في المنافي مشرط ولا تسمع ولا صوتا ولا كلمة في السعودية أربع لاف عالم نعم قالوا مثلا لا يجوز لآل سعود أن يستقبلوا قواعد عسكرية على أرض الإسلام قالوا الملكية لا تجوز قالوا أين ذهبتا مالو النفط مسحهم الخريطة ما سمعت بهم أربع لاف عالم وفقية يا ممسكين مسجنين يا مم منفيين يا مم مشرطين والله أستاذ جامي وفقية في السعودية يحكو لي ترضو من خدمته الطلبة يخذوله عشاه لأنه قال ماذا؟ كلمة حق ممشاش للتافه من الأمور رضاع الكبير لا ذهب إلى الرئيسي هل أن الإسلام ملكي أم لا السن السلف الحقيقي يجب أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرجدين هل كان رسول الله ملكا أو لي عهد هل كان الخلفاء الرجدون ملوكا أو لي عهد هذا العساس هل يصحب أن ديار المسلمين تستقبل قواعد العسكرية الأجنبية هل ثم هذا؟ هم قالوا لا هل يصحوا أن يستثمروا 2500 مليار دولار في برصات وغل ستريت ويشتريوا كازينوات ويشتريوا الأندية الرياضية في أوروبا قطر والسعودية بينما أخوانهم المسلمين في تونس وهو محتاجين لبعض المصانع أنت هل سمعت نهار السعودية وقطر تبني في مصانع في تونس أو تبني في مصانع في مصر أو مصانع في الجزائر أو مصانع في المغرب ماذا يرسلون الله؟ شيوخهم ليهددونه بماذا؟ بعذاب القبر نرجو هذا من الشيوخ النازيين الصادقين ما نشوفوهم مش في التلفزيونات ممكن تلقام في انترنت هنا وهناك وعند ياسميم ويبعثوا لي رسال مساكين يعانون الويلات لأنهم قالوا كلمة حق الثاني بنسميم بخدم الملوكي والأمراء فونكسيونار خدمته هو ياخذ راتب مجالة فوربس الأمريكية تقول أفضل الرواتب في العالم تذهب للشيوخ الناس يدخل في مليار يعني خمسمائة ألف دولار في العام ومليون دولار من أين؟ ضيعت مستقب لك أستاذ أنا ضيعت لو شأتوا بهذه العربية الفصحة عندي والحمد لله متطالعا عن الفقه الإسلامي يعني وأبيعوا نفسي للملوكي والأمراء لا أصبحتوا يعني مليونير كيف فهؤلاء أصحاب السيارات الفخمة ودخلوا القراءة تونسية بالروز رايس والهامر والمرسدس الأن الشيوخ اللي يأتونا بآخر صيحة من السيارات هؤلاء هم خدم الملوكي والأمراء يرفضون الجدي ويهتمون بالتافه من الأمور قال لك يا أخي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حرام أكل العصيدة فارينو رسجوجو حرام حرام كيف آيش تحتفل بمولده من الكبائر تعرف ماذا عملوا هذا في السعودية والشيوخ الوهبية احتفلوا بعيد ميلاد كوندوليزا رايس كانت وزير خارجية جد في الرياض عملوا لكعقة طويلة طولها متر ونصف محتفلين بكوندوليزا رايس بعيد ميلادها لأنه ذلك حلال كي يصلوهم يا شيوخ أخي يقول لك طاعة ولي الأمر واجبة واش دخلني أنا يجوز مما أن ولي الأمر قال ذلك فطاعته واجبة إذن الكيلة بماكيالين أنتم في ديار حرب جاهدوا وحرروا بلدان كمراي مستعمرات رأوا إسلامنا في تونس والمغرب العربي إسلام صوفي قاتل للاستعمار بعمامة في الجزائر مقراني الأمير عد قادر الجزائري السيد أمور المختار في ليبيا وفي تونس عاد الدغباجي ومصباح الجربوع والبشير بنزديرة كلهم وعاد الكريم الخطابي في المغرب كلهم ماذا؟ كانوا شيوخ زوايا صوفية ومتصوفين لكن قاتل للاستعمار في نفس الوقت كانت وزارة المستعمارات اللي الوهبية تجيب في الاستعمار حسن في نفس الوقت كانت وزارة المستعمارات الشرقية البريطانية تؤسس دولة قطر تؤسس دولة السعودي وهذا أرشيف علمي رأوا مش نتجنى على حد هذا أرشيف ومنشور عند وزارة المستعمارات البريطانية الأرشيف مفتوح موجد حتى الانترنت وذهبوا وابحثوا في جوجل من هو المستر هانفر من هو الكابتن فيلبي؟ هذا طلال بن عبدالعزيز والفيديو موجود من نجمه ندخله حتى مروه في البرنامج يقول في شهد العصر أبي هو الملك عبدالعزيز بن السعود يأخذ شهرين 5,000 جنيه استرليني من وزارة مستعمرات البريطانية هذا ابنه يقول أبي عايش بقل 5,000 قبل التفرة النفطية كانوا كل هالملوك والأمرأة يأخذون فيه رواتب من وزارة المستعمرات البريطانية اليوم هم مش عالمون الإسلام نحن نعلم الإسلام رياض شوف بالنسبة لكينتي هل الدعاة هذولا جزء من سلاح البر القطري والسعودي لأنه إذا فرضنا أنه الجزيرة سلاح الجو فهذا الدعاة من المشات من سلاح البر ما هو المهمة متاحة؟ المهمة متاحة القاضاء على الثورة التونسية في المهد لأنهم مرعبين خايفين أنا عندي علاقات وازدقاء في السعودي هم يورطوا حتى كلمة السعودي وكل كان من الجزيرة العربية وقتر وغيره فهم الشعب الشبابي خاصة ما يسعد القوم الشيخ تعرف ماذا يقولون عن فتاوي الشيوخ هذهم يسمونه فساوي الشيوخ فهذا الشباب السعودي وشباب القطر ماذا يقولون عن آل الشيخ اللي هم أولاد بذرية محمد العبد يقولون آل الشيك فهم عندهم نكتهم لأنهم لا يصدقونهم نحن بعض شبابنا اسمحني في الكلمة مغفل وصدقونهم وهم أصحاب المسألة لهم يعرفونهم منذ قرون فماذا حدث شافوا الثورة التونسية ترعبوا خافوا عروشهم ستتزلزل كيفاش المواطنين يتحدث الشرطي ورئيس الدولة ويقبلوش يديه وما يركعلوش وما يقولوش ولي أمر وطاعته للأم قالوا يجب أن نعملوا ضربة وقائية نحن عنا عنا الفلوس هم ليس ندريم إلا المال الملحبين ينتهي النفط والسبب تنتهي الوهابية مباشرة هم لديهم الفلوس استثمروا الكثير من الأموال وأنا لدي معلومات وأعرف أنها خاصة في تونس استثمروا كثير من الأموال كثير من الشيوخ المحليين وكثير من الشيوخ الجاي ولماذا؟ لضربة الثورة التونسية في المال تصبح مشكلتنا معدش الدولة الرعاية الاجتماعية تصبح مشكلتنا معدش الانتخابات المحالية وديمقراطية الشاملة تصبح مشكلتنا رضاءة كبير نحتفله بسيد الخلقي محمد بن عبد الله المولد حرام ويضربونا في الزوايا هذا شيء خطير هذا امتدادا للوهبي لأن السعود اللي هو النجدي جاء من منطقة يسميها رسول الله بقرن الشيطان جاء ودخل إلى الحجاز أي إلى مكة والمدينة فماذا فعلوا؟ خربوا بيوت الصحابة دمروا بيوت الصحابة دمروا بيوت عائشة وابو بكر وعليم مسحوها من الخريطة وعملوا مكانها ماذا؟ مطعم وفنادق الفندق يطلع على مكة بايكو يطلع على مكة ثلاثة نافة نور وليف الليلة ماذا كان قبل هذا الفندق؟ منزل علي منزل أبو بكر منزل خديجة مسحوه يعني يقول لك علماء الآثار نكبة الآثار الإسلامية دمروا لنا الآثار الإسلامية هذاك علماء أما روحانية مكة فانتهت حتى الشيخ علي بالحاج اللي هو الرقم الثاني في جبل السلام والنقاذ تعرف يعني ممكن تختلف مع الإسان لك تحترمه ويقدرك وتقدرك تحترم مواقف قال هؤلاء دمروا روحانية مكة لم يعد في مكة روحانية مكة أصبحت فنادق ومطاعهم بيتزاهات وإلى آخره وغرفة بثلاثة لفن يورو مكان ماذا؟ مكان منازل الصحابة إلى آخره فهم يجابوا يحبوا يجيبوا نموذج هذا ويدمروا الزوايا في تونس الزوايا الصوفيين التي قاتلتوا الاستعمار لأنهم دائما كما قلنا صنيعت الاستعمار وهذا ليس بتجني هذا الأرشيف العلمي التاريخ العلمي البريطاني في هذه المنطقة طيب لكن المريب في الأمر ما هي علاقة؟ عندما سمعت الفيديو متاع الغنوشي يقول لهم من جملة ما يقول لهم افتحوا قنوات تلفزيونية افتحوا إذاعات افتحوا كده وجيبوا الدعاة هذا يدل أنه هذا الشيوخ النكاح كما يسميهم أنا يعني عند مرتبات بالغنوشي بالنعظم أنا أنا ما أعرفه سوسيولوجيا وما تابعته شفتش الفيديو اي لا شفت أنا ما تابعته الغنوشي كان في قناة الحوار في السابق يتحدث عن نموذج التركي قال أنا وأفكاري هي التي أثرت في النموذج التركي ونذهب إلى تركيا وعرف تركيا وفعلا النموذج رامنه الداخلي في الحلف الأطلسي ومنظومة الأمنية ترجمة نانسي قنقر